عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير ما تداويتم به الصعوط واللدود والحجامة والمشي طفلما اشتك رسول الله صلى الله عليه وسلم لده أصحابه فلما فرغوا قال لدهم أقال فلد كلهم غير العباس said the prophet peace be upon him used to apply antimony three times in each eye before going to sleep and reported him as saying the best medicines you apply are those sipped at the corners of the mouth those snuffed up the nose cupping purgatives the best thing you apply to your eyes is antimony for it clears the sight and makes the hair grow and the best days for cupping are the 17th 19th and 21st when god's messenger was taken up to visit heaven every company of angels he passed said keep up the practice of cupping indeed the best of what you treat is as say you tea al-adud cupping and laxatives so when the messenger of allah salahu allah he was a lamb was suffering his companions treated him with al-adud and when they were finished he said treat them with al-adud so all of them except alabas were treated with al-ladud daif عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خير ما تداويتم به الادود والسعوط والحجامة والمشي وخير ما اكتحلتم به الاثمد فانه يجلو البصر وينبت الشعر قال وكان لرسول الله صلى الله عليه وزلم مقحلة يكتحل بها عند لنوم ثلاثان في كل عين تقال ابو عيس هذا حديث حسن غريب وهو حديث عبادي بن منصور ابن عباس narrated that the messenger of allah salahu allah he was a lamb said indeed the best of what you treat is as sayuti allah dood cupping and laxatives and the best of what you use for cool is ithmid for it clears the vision and grows the hair eyelashes and he said the messenger of allah salahu allah he was a lamb had a cool holder with which he would apply حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا النظر بن شميل قال حدثنا عباد بن منصور قال سمعت عكرمة يقول كان لابن عباس غلمة فالأثى انحجمون فكان اثنين منهم يغلاء عليه وعلى اهله وواحد يحجمه ويحجم اهله فقال وقال ابن عباس قال نبي لله صلى الله عليه وسلم نعم العبد الحجام يذهب ولدم ويخف للصلب ويجل عن البصر او قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرج به ما مر على ملأ من الملائكة الله وقالوا عليك بالحجامة وقال ان خير ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة ويوم تسع عشرة ويوم احدى وعشرين او قال ان خير ما تداويتم به للصعوط على اللدود والحجام هو المشي طوى ان رسول لله صلى الله عليه وسلم لده العباس وأصحابه فقأل رسول لله صلى الله عليه وسلم من لدني فكلهم امسكوا فقال ايبقى احد ممن في البيت لا ولد نطغير عنه العباس قال عبد قال النظر اللدود الوجور فقال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب ان اعرفه الله ومن حديث عباد بن منصور وفي الباب عن عائشة